نبعد عن كرة القدم شوية وتعالوا نروح إلى كرة السلة المصرية العربية النهاردة كان عندنا مواجهة مسيرة جامعة ما بين الأهلي والاتحاد السكندري في أدور ربع النهائي من البطولة العربية المقامة لأول مرة في العاصمة القطرية الدوحة وفاز الفريق الأحمر الأهلي بنتيجة 82-77 مباراة كانت قوية جدا ما بين الفريقين كانت بتقرب وبتبعد ولكن في أغلب فتراتها أو ممكن تقول في معظم فتراتها باستثناء مرة واحدة بس كان الأهلي متقدما طوال المباراة مرة واحدة تقدم الاتحاد بفارق نقطتين وعاد الأهلي من جديد وصل في بعض الأوقات إلى فارق 12 نقطة تقلق من لاعبي النادي الأهلي اللاعب نوري سكول اللاعب الأمريكي اللي كان ما ظهرش بشكل كويس قوي في بطولة كأس العالم للأندية ولكن النهاردة كان توب سكورر في المباراة في غياب إيهاب أمين للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة مبروك للأهلي حظ أوفر للاتحاد السكندري مواجهة كانت مسيرة كنا نتمنى أن الصدام دا يتأخر ونروح في الأدوار المتقدمة مبروك لجمهور الأهلي اللي شايفين كمان صوره ملأت المدرجات حظ أوفر للاتحاد السكندري اللي جمهوره كان موجود أيضا في المدرجات القطرية النهاردة إذن بانتهاء منافسات دور ربع النهائي بنتائج كانت منها الكويت الكويتي اللي فاز على دجلة الجامعة بنتيجة 96-74 بيروت اللي كسب أعلى النتائج بنتيجة 110 مقابل 78 الاتحاد الجزائر وأخيرا سالة المغربي اللي كسب بنتيجة 108 مقابل 95 المحرق البحريني هذا الأخير سالة سيلتقي مع الأهلي يوم الأربعاء في السادسة والنصف في الدور نصف النهائي من البطولة العربية اللي الأهلي بيسعى لاستعادة لقابها من جديد بعدما خسر نهائيها في النسخة الماضية أمام الكويت الكويتي في الكويت بما أننا في كرة السلة فتعالوا نرحب تفين بنجم كبير من نجوم كرة السلة المصرية خلال دقائق من الآن علشان نتكلم معاه في كرة السلة مش بس عن الأهلي لكن عن منافسة الأهلي خلال دقائق من دلوقتي